بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله على كل شيء شهيد صورة المجادلة الآية السادسة تخبرنا هذه الآية الكريمة بعلم الله المحيط فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى يعلم سرنا وعلانيتنا سأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه هذه الآية الكريمة تنبئنا بعلم الله المحيط لماذا؟ لنعلم علم اليقين بأن الله عز وجل مطلع على أعمالنا يسمع كلامنا يبصر أعمالنا يعلم ويدرك أقوالنا ما يلفظ من قول ما دنطق سوى وال ما نطق سوى وال أنوالي أهل ترى أولي دي فرنس جيمي النغ سوى قموش النغ ذوال يفنون نغذوال يتردون ذوال الزيزدين نغذوال يسلغون ذوال يسذوكولن نغذوال يضطون ذوال يدي تسوين شوال نغذوال يدي تسوين ثلوث أنخمم وأنحزف قبل أن ننطق بكلمة لا بد أن ننظر هل هذه الكلمة تبني أو تهدم تجمع أو تفرق تزرع الأمل أم تزرع اليأس تدعو إلى السلم والأمن والأمان أم تدعو إلى الفتن وتزرع المشكلات وتورث الهموم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيت ونحن في نهاية هذا الشهر الفضيل قبل أن يودعنا هذا الشهر المبارك لا بد أن نراجع أنفسنا ولا بد أن ننظر إلى ما بعد رمضان فرمضان مدرسة مدرسة بجميع المقاييس تعلمنا منها الكثير ورمضان حقق لنا المقاصد الكثيرة مقاصد إيمانية مقاصد طربوية مقاصد اجتماعية مقاصد عديدة حققناها إن شاء الله تعالى من خلال هذا الشهر الفضيل ولكن لا بد أن ننظر إلى ما بعد رمضان لأن الله عز وجل هو الذي يحصي أعمالنا وهو الذي يحاسبنا فإذا علمنا بأن الله على كل شيء شهيد لا بد أن نعلم أيضا أن ما نزرعه في الدنيا نجنيه في الآخرة لقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والسلام عليكم ورحمة الله